اشتركوا في القناة بكنج حاطينهم يا بعض فالاخبار الطيبة يعني ان شاء الله تكون سعيدة هي الى الان الى الان ما يتداول يعني صحف رسمية بس ما يتداول الى الان ما طلع رسميا بس يعني ان شاء الله تكون اخبار جيدة اجتماع مجلس الوزراء الان ما زال يعني الاخبار طالعة والخير ان شاء الله بقبال على قولتهم والامور ان شاء الله تكون يعني الامور صحية والامور اللي موجودة يعني موجودة اخونا العزيز ونقدمنا التحية الدكتور عبدالله سند يعني قال يعني ان اليوم قال الحمد لله رب العالمين اللي يعني اذهب عن الحزن وكانت يعني تغريدها باشارة الى رفع القيود الصحية موضوع التباعد موضوع فتح السعة كاملة للمطار قاعد نسمع يعني الاعراس قاعد نسمع عن المعتمرات نتمنى ولا ترجع الحياة الطبيعية الاسواق يعني الكمام هالامور هذه نتمنى ان يعني تكون الحياة طبيعية ترجع مثل ما كانت ويعني خلال الساعات القادمة رح تطلع نتائج رسمية هذه الاخبار انا بيّنت شبه رسمية ما قلت رسمية الى الان ما طلع القرار بوضوح ولكن هذا ما يتم تداوله ويعني ما من خلال الساعاتنا يعني تواصلنا مع مجموعة ان شاء الله يكون خير من اهم القرارات قلت لكم اعادة العراس والمتمرات والغاء التباعد وفتح الكمام يعني في الاماكن العامة رفع موضوع المطار وسعة المطار هذه كلها من الاشياء المهمة رص الصفوب في المساجد يعني كثير من الاخبار اللي يعني الحمد لله اه 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 اطمن وان شاء الله ان شاء الله يعني فتحت المطار ويعني ويعني احنا احنا يمكن بدأنا في برنامج ازمة وتعدي في شهر ثلاثة 2019 باجواء يمكن كانت حزينة شوية اه دخول كورونا وشي يديد على العالم والناس الى الان مو عارف شنو كورونا وشنو هذا الموضوع وطبعا عاد يعني ولكن يعني شوف صارت ذكريات جميلة في موضوع اه كورونا يعني بلش عاد اكو جوانب نتذكرها بعد يعني اللي كان اطحن ثوم ورش مدري شنو ورش مرشات وكمام وحط فحم وحط بخور ويطلع عليني وكورونا تي وحط يعني صارت افلام هذه ذكريات تسولفونا الحين حق حق عيالنا وهالسوال وفهذا شون ايام الله لا يعود ايام الغزو يوم قالوا حطينا كمام وفحم داخل الشيء الحين نفس العملية طبعا بس احنا بدعنا احنا في كورونا بدعنا وائد فهمت شون ولا ايه الوسائل كانت وائد متطورة التواصل الاجتماعي وشذي وحلو فهمت شون ولا ايه ايه يعني اللي ما كان يغسل اللي كان من الصبح ليه بالليل ما يغسل صار كل خمس دقايق انا عارف ناس قاعدوا عند المغسرة طال عمرك ما قش برتغال يغسل وشي زين يعني وايد شي زين الحمد لله رب العالمين وفي يعني عادات صحية قد تكون كورونا علمتنا بس يعني يمكن وايد شي زين اكو وايد ناس نعرف مثلا فيهم ضيق تنفس فيهم رب وفيهم الامور هذه الان قام يلبسون كما مات قبل ما كان الان مو عشان كورونا اهو لما يروح مكان وشوف شذي كذا الفيروسات قمنا نتعلم فيهم في ستة الاف فيروس موجود فنتعلم من هذه المعاقمات الامور هذه كلها فالحمد لله رب العالمين هذه كانت من الأخبار السعيدة اللي ان شاء الله نكون احنا بالبداية زفيناها لكم انتوا مع يعني الاخبار السعيدة والجميلة ايضا هناك خبر سعيد انا اتكلمت عليها قبل اسبوعين بان الاخوان في وزارة التربية عودة المقصف والفرصة وان الطلبة ممكن يطنعون بالفرصة وهذا شيء ايجابي شيء جيد يعني حلو هذا الكتاب خلنا نشوفه على الهواء عطنا ما اشوف عمي عطنا هنا عطنا هنا سلام عليك سلام عليك الموضوع تنظيم اليوم الدراسي الفرص المقصف المدرسة في اشارة للموضوع على بالاجتماع المنعقد يوم القميس لجنة المشتركة في وزارة كذا واحد السماح بخروج المتعلمين خلال الفرصة وتوزيعهم في ساحة المدارس الداخلية مع تطبيق كافة الاشتراعات الصحية وتحقيق التباعد الجسدي باشراب مباشر مدارس المدرسة شيء جميل بيع الماكولات المشروبات المسموح بها بيعها وتداولها بالمقصف المدرسي وفقا للنشرات والتعاميم الصادرة بهذا الشأن والحرص على عدم مخالفتها عدم تحديد مكان ثابت للنقاط والبيع بحيث تكون هناك تجمع أو تدافع بين المتعلمين وشي جمل شي حلو تشرب الإدارة المدرسية على تنفيذ هذه الاجراءات ويتم متابعتها بشكل يومي ودوري بما يتحقق الإشراف الصحي يعطيكم العافية الوكيل المساعد للتعليم العالي وسامة السلطان هذه قرارات سعيدة للطلبة ونتمناها أن تكون أفضل وأفضل وأتمنى وهذه الرسالة دائما نوجهها للإخوان والأخوات المعلمين والمعلمات المدراء والمديرات شوية تخفون على الطلبة اللي شادين وتمنطبقون القرار بحذافيرة أنا أعتقد أننا نحن محتاجين شوية روح للقانون وأنا أيضا رسالة وأوجهها مرة ثانية وهذه المرة الثانية إذا ما يالنا جواب أنا أقولها بالعلن إذا ما يالنا جواب من الأخوان في وزارة التربية نحن عقب حلقة يوم السبت تواصلت مع الأخوان في وزارة التربية وتكلمت على موضوع بخارد اللي طلعته بنته ساعة ثمانية ونوص خليت وقت رود مشي وإلى الآن قلت وإن شاء الله راح نشوف الموضوع عمك أسمخ يوم الخميس أنا تكلمت على موضوع الإضراب اللي صار فيه أحد مدارس الروضات لأن ما في عندهم عاملات ويشتغلون إياهم ويساعدونهم وقلت وروح نحن أي هالموضوعين أنا قاعد أقول إلى اليوم وباتشر والأربعة عندكم ليس ساعة ثمانية إذا ما سمعنا خبر راح أرجع أفتح الموضوع أنا اسمحوا الإخوان في وزارة التربية يا أما التواصلون تقول لنا شيء يصار عشان رد على الناس يا أما أن الموضوع ما يوصل بهالصورة وأنا قبل الله أن أنتقل إلى الموضوع جدا مهم بكم تركزون فيه أنا أيضا عندي رسالة حق أخوي العزيز عبدالله السند ويمكن هذه الرسالة يعني كثير من الناس كلمتني قبل قبل الله أي واحدة من الأخوات وعندها ولدها كان يدرس في مصر صار سنم وياي الكويت يا الكويت قالوا له طعم طعم الجرعة الأولى حطوا له موعد الجرعة الثانية شهر دعش امتحاناتهم 25 عشرة الآن لا هو قادر يسافر ولا هو قادر يجدم الجرعة فأنا أتمنى من الأخوات في وزارة الصحة تقدرون هذا الموضوع مو علشان والله أنه في جرعة وقانون وما يسافر ولازم جرعتين ومش عارف إيش الناس تعيذ السنة وتأخذ المادة وياها فأنا هذه الرسالة أخونا عبدالله سنة أتمنى تهتمون في هذا الجانب استثناء تشوفون الورقة ما أدري بس المهم تردون علينا في هذا الجانب أنا قبل سنتين تكلمت على كارثة موجودة وأنا ما أنا عارف غياب الإخوان في وزارة التجارة ولكن ما أدري صراحة والرقابة والإخوان إدارة الجرائم الإلكترونية أيضا مناطم في هذا الجانب أنا تكلمت من قبل عمليات اللي قاعد تصير في موضوع التكيش وهالأمور هذه كلها أنا أرجع أسأل نفس السؤال إذا كان هذا الموضوع ممنوع وما يصير وغلط وفي لعب وفي قس على الناس ويدش في شبهات وستي الألة ليش اليوم هذه العالم قاعد تنسل بتويتر موجود بالإنستغرام موجود بالسناب موجود عند الإشارة موجود ما يصير بالويتساب يا جماعة إذا اليوم هذه الناس حطوا أرقام تليفوناتها ردينا نفس موضوع من درس خصوصي ما يصير ما يصير عيني عينك العالم قاعد تحط أرقام تليفوناتها مجموعة هذه نماذج من الإعلانات اللي قاعد تنزل اليوم قاعد تشوفونا كلهم ما يصير يا جماعة فيها أرقام الأخوان هني في المنتاج مشكورين غطوا الأرقام شوف لإعلانات ما يصير يا أخي واحد محتاج متضايق وحدة راحة وقصة عليها فعليش تامرين باشر تشت بالطوفة ب40-50-1000 دينار تنسجن احنا ما لنا علاقة ما يصير يا جماعة شوف تبي كاش تفضل هاك يلا هاي هاي تبي كاش قصد على سنتين بالبطاقة المدنية فقط ما يصير يا جماعة هذه إعلانات اليوم قاعد تسعب تفضل تبي أعلى كاش قصد على سنتين بالبطاقة المدنية يا جماعة هذه إعلانات اليوم وين دور الرغابي يلا تفضل هاي يلا قولي هاي دور الرغابي واحد اليوم طيحنا بمشكلة يبي سجنونه يروحك هذي يلا ويدخلونها بالطوفة ووقع كنبيالات ودنيا هاك تاكيش قروض أنا شاير قامت لي فنات تاكيش شوف حاط لك كل البنوك حاط لك كل البنوك يلا شاير حساباتهم أنا حاط لهم ياهم ما يصير يا إخوان يعني إحنا بالإعلان دورنا نروح مفتش يتطالع وانت في وزارة تجارة ما تدرون ان هذرا موجودين لما ولا ما احد قال آه يروح لا انت بعد ما احد قال اتداهم بالتجارة اذا انت اليوم تحاسب الناس ما احد قال لكن ب Counter وانا حاسبك انت ما احد قال للفتش يلا نفتش ما نعارفين لنتوا ولا انتم عارفين ان تراغموا على اغلاء الأسعار ولا على هذا التكييش على شون تراغمون احنا غريب الأمر يعني انخلي الناس لا ما يصير ما احد قال لي يروح ما يصير واحد يبيع شي فاسد انت تقول لا انت تدري انه فاسد لا اشتري منه لا مو دوري انا انا مو دوري دورك انت اليومك تجيها اليوم رقابية تطالع على الموضوع هذا دوركم انت في تراخيص هذه الامور وانا اتمنى احد من الاخوان يرد علينا يكلموننا يا جماعة هذيلة شنو وضعهم وبعد اكوة العم من شذي احكي اليومك عندش في مشكلة احنا على هالموضوع هذا ما يسير يا اخوان ما تبي تردونه عن اعلام قلونا ما نحن ردين ما نحن ردين عليكم ما عندنا مشكلة نطلع ونصور ونسوي مقابلات ونحب ما يسير يا جماعة احنا مو ضدكم احنا وياكم لما ينا كنا نتكلمني نقول لكم الايجابيات وهذه ايضا رسالة حق الاخوان في الفلدية في عندنا فيديو يمكن ما يمديني الوقت اليوم حطره حطكم يا حلقة الاربعة نفس موضوع المطعم دزينا لكم يا ما حضرت علينا اخي ما تبون قلونا خلونا نكلم الوزير مكتب الوزير مكتب الوكيل اخي قاعد نقول لكم يا اخونا يا المنطقة الفلانية يا المنطقة الفلانية شوفونا هذا الوضع احنا مثل ما ننتقد في جانب اذا سويتوا الشيء زين قلوكم يا سوه وقلونا يا صالح هذا غلط هذا مو صح هذا شديه هذا شديه قلونا طلعوا بيان قلوا هذا الموضوع خلناه استفهم مثل ما احنا ذكرنا الجوانب السلبية اكو جوانب ايجابية لما نشوفها ناخد الجوانب الايجابية مثلا من الجانب الايجابي انا ما حطيت في حلقة يوم السبت حطيت لكم الانجاز اللي سووه جمعية مشرف وتكلمنا على موضوع مشرف وتكلمنا على ملاعب وملعب التنس وملعب القدم وممشى مع القواري وممشى مع الناس ما حطيت لكم يا حطينا لكم يا هذا الحين انا خذينا لكم يا عشان اكون على بيانة هذا اخونا العزيز هذا عمل مجتمعي اكثر راح اسئلة بعد بعد هذه المداخلة عطنا بعد العمل التعاوني هذا وينه فيديو عندكم يا عطنا يا اتفضل يلا احنا كنا نصيح على الكشنات وعيالنا وتكسرها وظهورهم وما يقولون خشب يلا هاي جمعية مشرف يلا تفضل هاي جمعية مشرف تفضل راحتك المدارس يلا وزع يلا هذه كشنات حالي كل الطلب وهاي جمعية مشرف sehr ما tehe من امسوى انا مسى هاك تفضل يلا هذا هذا عمل تعاوني هذا عمل تعاوني يلا هذا تنويه هاي مشرف ابتدائي تفضل هاي ابتدائي روح كراتين مخير يلا تفضل هاي جمعille يلا فضل هذا يلا هذا الابتدائي هذا يلا هذه القضايا هذا دور الجمعيات التعاونية هاي الامور اللي اليوم نحتاجها الناس هذا التفاعل السريع اللي قاعد نشوفه لا انت تمدح مشرف انا امدح مشرف على شنو امدح مشرف انا ساكن مشرف انا واحدة مشرف ناطرتني انا امدحها ايش تعمل شغلهم قاعد يمدحهم موانا هاك هاك تفضل يلا شم كلفهم هذا الفين الفين دينار ضرع ثلاث دينار والله العظيم انا اقولها وهذه رسالة حق الاخوان في مشرف انا اعتقد مساهمين مشرف لو جمعية مشرف يقولون لهم ترى والله هالسنة ما في ارباح يقول رحم الله والدينكم ما انا في ارباح على هذا الانجاز اللي تتوونه حق المدارس وحق الممشي وحق السوالف والله ما عندهم مشكلة مع هذا يوزعون 10% ارباح خلنا نشوف زيادة على هذا الموضوع اخونا علي الفهد رئيس مجلس ادارة جمعية مشرف اخوي علي مساك الله بالخير مساك الله بالخير بحيدر حبيبي شلونك الله يسلمك يقولون حبيبي والله احنا نشرف يعني يقولون اعتما بعدك يا علي انت والفريق اللي معاك الله يسلمك يا بحيدر اول شي احنا صراحة نشكر مداخلتك هذه ويعني استضافتك لنا ونوضح بعض الامور يعني من الاعمال الاجتماعية الخاصة في الجمعيات التعاونية وهذا يعني جانب مهم جدا للجمعيات التعاونية او دور مهم جدا للمجتمع حلو خلني ابدي خلني ابدي في موضوع الكشنات اللي وزعتوهم على المدارس نعم بالبداية هي توصيات مجلس الوزراء اوصى في دعم للعودة الامنة لطلبتنا في المدارس كذلك صارت تنسيق ما بين وزارة التربية وما بين وزارة الشؤون ويعني طلبنا احتياجات المدارس كلها وبدينا في دعمها شنو قامت جمعية مشرف اخذنا احتياجات جميع المدارس وبعد ما اخذنا اجتماع يعني من ضمن الاحتياجات كانت احتياجات لفنيين الصحية الكهربائي كذلك صيانة المدرسة من اصباق من فصول من صيانة التكييف جميع احتياجات المدارس قبل بداية الدراسة طبعا لما بدت الدراسة استحدث اشياء يديدة اللي هي الحصة اصبحت الان 60 دقيقة 60 دقيقة لما يقعد الطالب وما يطلع الفرصة يأثر على الطالب في الكراسي اللي موجود طلبوا مننا الاخوان ان يعني يكون توفير سفنج عشان الجلوس فالجمعية يعني ما تأخرت ووفرت لجميع مدارس منطقة مشرف وهذا الموضوع احنا نقدر نقول ونوضح للناس ان العمل اجتماعي لا اصلا 20% من ميزانية الجمعية الاجتماعية تصرف للاعمال الاجتماعية وهذا يعني في قرار وزاري واضح من وزارة الشؤون فبناء عليها تم تزويد جميع المدارس في جميع الاحتياجات هذا يمكن انت تشوف شيء معين بس ولكن احنا زودناهم في كل احتياجاتهم اللي تساعدهم في بداية دراسة ناجحة لابنائنا الطلبة وعودة امنة لطلبتنا حلو هذا جانب جميل ويعني يعطيكم العافية وقواكم الله ورايتكم بيضة وكنا نتمنى ان يعني نشوف كل طالما انه شيء قانوني وطالما فيه 20% من الميزانية للأعمال الاجتماعية وطالما هذه قرارات موجودة اساسا عندكم ياها فكنا نتمنى بعض الجمعيات او اغلب الجمعيات تحذوا هذا الحذو مثل ما تفضلت الكهرباء والصيانة واللي قاعد تسونا الان صراحة رايتكم بيضة وقواك الله اخوي علي انت وكل مجلس الادار روياكم كلمني على المشروع اللي حقيقتين يمكن الكويت كلها تكلمت به موضوع اللي هو الممشى والملاعب وهالامور هذي كلها قالوا استاذ علي اسمعني ايه ايه اسمعك ايه تفضل نقدر نقول اليوم لازم يكون فيه يعني شراكة مجتمعية واقدر ارد اقولك ان من الامل الاجتماعي فيه 15% من ميزانية عام اجتماعي لكل جمعية بالكويت انشطة رياضية او دعم الانشطة الرياضية فهذه الميزانية تستغل بشكل صحيح اليوم احنا لما نقول انتشار المخدرات ما بين الشباب انتشار العنف في الشوارع ما يصير ننظر لها بس والله يبيلعب كرة ولا بس يبيلعب سلة ولا طائرة لا لازم نشوفها في نظرة ثانية سلوك المجتمع لازم يتغير الى الافضل لازم نحاول يعني نبعد اللي قاعد يصير ما بين الشباب اليوم شلون تبعدها ما يصير تخلي لها وقت فراغ تشغلها في شيء مفيد فاليوم اتجهنا احنا الى دعم الرياضة بشكل كبير واتجهنا الى ملاعب بمواصفات دولية لدرجة ان حتى مقاسات الملعب اخذناها بالتعاون مع نادي اليرموك اللي هو بالمنطقة وخروج المدربين من نادي اليرموك واخذوا القياسات واعتمدوها لنا واصبحت ملاعب نموذجية الان يعني يستفيدون منها رواد المنطقة وغير المنطقة وهذه تدريجيا يعني ننظر لها احنا ان نتخفف معدل اللي هي نقدر نقول العنف اللي موجودة الحين حاليا اللي احنا قاعد نشوفها والمخدرات اللي انتشرت بشكل كبير وكذلك ممكن نقول نشغل وقت فراغ شبابنا الصغار يعني في جميع المراحل السنية وهذه نقطة مهمة جدا يعني احنا حطينا لعاب الاطفال من خمس سنين وحطينا الملاعب حق البالقين ثمانتاش وعشرين سنة وحطينا ملاعب كرة الغدم حتى ستين وخمسين سنة يلعبون فيها فاخذنا تنوع كبير يشمل جميع الفئات فنتمنى ان شاء الله يعني يحدو حدو هذا يعني هذا الحين سوال المشروع خلص كامل ولا بعد باقي مراحل المشروع منتهي كاملا والان يعني زارونا اليوم تلفزيون دولة كويت وكذلك عندهم زيارة تلفزيون المجلس والجميع اثنى فيه والان هو شقال في طاقة امية بالمية ان شاء الله انا قبل لا اختم بعد عشان على قولاتهم بعد مرة واحدة يعني اصدبني بعد اكثر من شذي عطني موسم مخيمات شم سوين لا باعطيك نقطة مهمة بو حيدر ودي انوه عليها اللي هي المقاصف قدمنا مبادرة اللي في المدارس ان جمعية مشرف مستعدة تمسك جميع المقاصف اللي موجودة في منطقة مشرف في المدارس ونوسطل المنتجات اللي مخزنة تخزين صحيح وسيارات نقل بمواصفات واشتراطات صحية وعمالة مدربة موجودة مننا فقط نستلم المقاصف ونعطيها في اسعار تعاونية يعني اليوم انت تلاقي الاسعار اللي بالجمعية تلاقيها بالمقاصف وحسب مواصفات هيئة الغذاء وبدون تدخل اي يعني مواد تشترى بالجملة ويكون يعني غير صحية وقدمنا هذه المبادرة وموجودة في مكتب معالي وزير التربية واحنا مستعدين ان ناخذها ونبيعها في تكلفة الجمعية والله علي 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 إن شاء الله للمساهمين كذلك يعني شي إن شاء الله مرتب خاص للمساهمين ولشته يعني سلة إن شاء الله مرتبة لهم ويستاهلون مساهمين منها إن شاء الله علي ما يصير مثلا أنا مثلا مو بمشرب ما يصير مثلا تخمو عليه رسوم أبتح عندكم اشتراك ما يصير والله للأسف القانون لازم يلزم فتح الصندوق البطاقة المدنية وتكون على عنوان مشرف ولا احنا نتشرف فيك بحيدر والله شو سوي حاول أبيع البيت والله والله العظيم حاول وللعلم بحيدر بس للعلم جمعية مشرف أكثر من عشر سنوات إلى اليوم وإحنا نوزع السقف الأعلى للأرباح فهذا كل اللي قاعد تشوفه ما يأثر واحد بالمئة من أرباح المساهمين علي الفهد رئيس مجلس دارة جمعية مشرف لك كل الشكر والتحية وقسما بالله ما نلاقي كلام أشكرك أنت ومجلس الإدارة والفريق العاملين وجمعية مشرف أعتقد ما فيه كلام بعد اللي أنت قلته أنا قبل الله أطلع هذا الفاصل أنا أوجه رسالتي للمسؤولين إذا رئيس جمعية تعاونية وهي فريقة هذولة الناس عندهم هذا الفجن وهذه الرؤية وهذا الاطلاع وهذا التخطيط وهذا الأمر كله والحسب المسؤولية وقلك آخر شيء يقولك ترى بس ما قللك معلومة ترى إحنا ماجسنا شيء قاعد نوزع للسقف الأعلى يعني عشرة بالمئة ومجلسة 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 ومجلس الأرباح قاعد نوزعها وماجسنا شيء وترى على فكرة يا صالح ترى عشرين بالمئة ميزانية الأعمال الاجتماعية وخمستعش بالمئة الأنشطة الرياضية ترى احنا ما سوينا شيء ترى ما سوينا كل اللي سوينا غطينا كل المدارس سوينا عليهم صيانة كهرباء ومكيفات وهذه السوال فهذه غطينا كل الكراسي ركبنا عليهم السفنج اينا حق الممشى خلصنا الممشى كله وممشى القواري والملاعب عشان نتفادي موضوع المخدرات واسواله وفوق هذا ترى قلنا لهم اذا تابون احنا نستلم المقاصف احنا نيه على تكلفة الجمعية نغذي بسياراتنا وكل شيء وهذا بسعر التكلفة انا سؤال لكل شخص اليوم في الجمعيات التعاونية ليش ما تسوون هذا اللي قاعد تسوونه وما اكو جمعية في الكويت ما قاعد تطلع ملايين وتربح ليش ما تسوون شذيه انا سؤالي الاخير اقول لكم يا يبقى الاحسر اذا شذيه احنا راح نصير على الوضع وحسره يبقى مع حد اللي بمشرف وعليكم الف عافية وتستاهلون يبقى ليش ما تسلمون مجلس زارة مشرف تسلمون الجمعيات التعاونية كلهم حق مشرف بمعول يمكن يصير الشيء بالجمعيات عطنا الفاصل والله عندنا مسجات ما شاء الله ما شاء الله يعني الاخوان اتمنى ايضا انتردوا والله يعني جماعة موضوع الولد انا وايد هذا يعني نبي نشوف الموضوع شلون نصيره اه طول واحد دازلي والله فشلة يا جماعة والله بحط لكم حلقة الاربعة والله العظيم تكفو بحط لكم جمعية زين الاربعة الاربعة شهر الصور راحين عندي ايام دازل يا اه جماعة والله والله اي بقسم بالله حاطين زينة يا جماعة زينة يعني ايام اللي كان عيد ميلادي يوم عمري خمسة عشر سنة هاي زينة ما اكل يقبل البلانفسجية وصفرة وخاطرة والشدي جماعة ما صجكم انتم والله ما صجكم هاي يعني هاي جمعية والله العظيم لا انا احطهم حلقة الاربعة حلقة الاربعة تكفو شوفوا الجمعية من زينة والله يا جماعة ما يستير هذه الزينة الحين اللي كان يصنع النازل ما في يعني هاي عايزا ما في احمدität بستاك الله بالخير بستاك الله الخير بخيركم ح quiet هلا احمد هلا شونك حبيب كيف حالك هلأ والله الله يضعهم شون والده الحمد لله نعمة من رب العالمين أخوي أبو حيدر أنا خاطرتك خلف مرات على موضوع الأكلاب اللي ظال اللي في الشارع هذه جمنا صلام ما نصلي جمنا نخاف شارسين الشارع والله يا أحمد والله تعبت وانا اتكرر يعني بالله عليك يا أبو حيدر يعني بالله أروح منه البلدية تقول ما عندي الشرطة طلبية تقول ما عندي يعني الواحد يخاف يطلع بالله الآن بالشارع والعشرين واحد الشارع صاج صاج أنا شاء والله شاء كين المكان حين صاروا يعني بوحيدر يعني بالله أنا أروح منه أستحف بالله أروح منه أني بدوع على حسابي يعني أنا ما عندي أنا ما عندي تويتر ولوما اللي أصور أنا رجل أمي شوف وشوف والله بالله ما نطلع بالشارع بالشارع أراكيهم عظوا البنغالي بالبردية والله قدامي الفجر خديت ولو ماصلي يلا تفضل قلنا لكم مليون مرة عندكم مليون ألف ياخور وزعتوا بس شذي روحوا وخذوكم بمعود هالمساعات وحطوهم داخل ما أدري عاد حلوا الموضوع مو يعني موش دور نعطيكم حلول بس وين الثروة الأحيوانية وين البلدية منه الشغل منه هذا شغل منه بصالح مساك الله بالخير مسا نور بحيدة لطيك العافية يا هلا بصالح اكسونك بحيدة حبيبي خير ليسلمك والله بحيدة عرفوا عندي موضعين أنا بس فضل الموضوع الأول الموضوع ان شاء الله حنا على وشخ نهاية ان شاء الله وان شاء الله ونفتح الكويت ان شاء الله موضوع الصبات اللي محطوطة انكنا شفتها في خيطان وفي القريب وعلى طريق خط الفحيل هالصبات والسبوك اللي محطوطة هذه منظرها والشي بشر كنا قاعد في سجن صبات وين المهار الصبات اللي حطوها ويا بكورونا ما شفتها في خيطان ما شاء الله لا اليوم كهذا يعني ناشد انا وكيونا الداخلية تسمعوا شون الطرق الأشغال الصبات حي مدوق على سبب حوادث يعني يعطينا على الرصيف والله يعني هذه الرسالة حق الإخوان يعني وزارة الداخلية اتمنى يعني اخونا العزيز يعني توحيد الكندري من الإعلام الأمني اتمنى يعني هذه الرسالة من بصالح اتمنى اذا في صبات تابعين لكم منتو ولا الأشغال يعني اتمنى مو معقولة خلاص من زمان وين حضر لكل ليل اليوم يعني صارنا مدة طويلة منظر منظر بحيدة منظر بشع منظر يعني منظرهم على الشوارع انتشايف عندناك دارة سابس ان شاء الله تامر تامر يا عم بو صالح حاضر ان شاء الله نتمنى لأخوان تواصلون لنا وابشر ما لطيبت الخاطر تامر يا بو صالح خلاص المبوض انا اتمنى لأخوان في وزارة الداخلية يعطونا خبر على هذا الموضوع بالنسبة حق الحواجز اللي موجودة والله الكلاب احمد انا مادري من عنده صراحة بلدي يقول مو احنا هده يقول مو احنا مادري منه امساعد نساعد بالخير يا هلا مرحبا نساعد نور حياة شلا حياة شلا بذكرين على هالبرنامج الحلو الله يحفظه شاهل الله يسلمك ولا لكم انا بخصوص وذات الصحة نعم انا رحت فرم متوسط على الساعة 12 الموظفات الكاتفات متكرين الكاتفات مثلا عيادة الادون حولوني اصعد فوق احط لموعد الكاتفات الساعة 12 متكرين ساعة متكرين الساعة 12 وشي الظهر الظهر ايه حلو واليوم رحت نستشفى اللي هو الادان الاحمدي هم نفس الشي على الساعة 12 وخمس كده وصل 12 وعشر بحط موعد حق حفيدي بالآخر كانت نقول الموظفات تكرة وما كوا أحد لماذا طور ايش دراني الظاهر لهم عذرات المستانسين مستانسين عفوا المستانسين وتاب سجلي أون لاين طلبي من موعد الظاهر تعلموا على شيء بلس نعيش تكرون انتي مساعد انتي بتحطين موعد شو بتحطين موعد عشان ولدي الأمعاء عنده أو شيء شذيء وشو تحطين أون لاين يقولوا لي طلب وليش سكنوا ساعة 12 ليش ما أعرف ليش لحين وزارات كلها بتاع ثانتين وشيء والكاتبات في ساعة 12 مع أن أهم موقع هذا الناس بتحط موعد حاضر مستشفى العدان وبعد وين الثاني المكان ثاني مستشفى العدان للأطفال اللي بالأحمدي والثاني مركز العدان اللي بالقصور مو القصور بالقرير بالعدان بعد نفس الشيء منطقة العدان أوه مستشفى العدان ومستشفى العدان للأطفال أوكي 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 ماشي والله ما شاء الله حاضر والله أتمنى عائنا مدير المستشفى قلنا أخوي ليش يعني شنو الأجراء دوامل الثنتين ليش سكر وثنعش ردينا على موضوع أيام المخالفات قبل بتدفع مخالفة صندوق سكر وثنعش ليه سكر وثنعش ما أدري تحط موعد حق ولدها أمع دشي أون لين حفيدة بتروح تحقي حفيدة حط أون لين أنا سأل سؤال حق الأخوات الفاضلات الكاتبة ما دري من اللي قالت إنت لو ولدت لو ولدت حطينا أون لين لين قوامة الدنيا وما قاعدت تيها شماعا ما أنا أعرف صراحة ليش الفوض رحموا العالم هذي مستشفى ترى مو مو يعني راجعين مزارة ولا تعال باشر وتعال عقب باشر والسيستم مشغال أتمنى من الأخوان سواء مركز العدان يردون علينا أو مدير مستشفى العدان يرد علينا يقولنا ليش الموضوعين يمكن يكون فيه والله إجراح نحن ما ندري عنه ما خنبلغ مساعد نقول لها ترى أنت غلطانة يا مساعد لازم ملدت في الفترة هذه ما يصير فيها معها ينضر بعدين لما يخلصون هما يداومون قام العدد بعدين يصير فيها معها بعد الله فضرب أسمعك أنا أنا دازك على الواتساب فيه فيه أشياء أنت ما شفتهم وبلغتك من قبل فترة على الواتساب أن الشارع ملك فهد وين تياي من من فوق بتحضر الديرة من بعد جسر الظهر قبل صباح السالم تخيل شارع أربع حارات فيه أو ثلاث حارات فيه الشارع هذا يعني يسار شكل يمين شكل جدام شكل محفور يعني أربع أشياء بشارع واحد يعني وانت تتفاجأ تدازلي على الواتساب إي دازك على الواتساب إذا ما أنا كم بعد البرنامج دزلي أي شيء بالواتساب خليس دعي دعي دقيقة دقيقة لا لا بعضيك بعضيك مجالك يخضراتك إن شاء الله وفيه شغلة أنا شايف البحر مسوين قعدات تأجير يوم الأربعة هاي حلقة الأربعة عند الفيديو حلقة الأربعة حاضر بعد حلو حلو آخر شيء آخر شيء أتمنى أن يشلون فحص البي سي آر عن الطلاب فقط لا غير ما دام الأمور طيبة إن شاء الله إن شاء الله نتمنى يا أبو عبد الله نتمنى ها بس معنى كامر بعد البرامج دزلي خلي يصعد لأنه والله سامحوني والله وايد والله ما دلي واحد شي يقول شارع أربع أشكال أشياء غريبة غريبة تطلع لك والله العظيم مستوصف يسكر ساعة 12 جمعية تروح يا معود مكيفات خربانة بالمدارس يقولوا نموش 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 نرش يعني بعض الجمعيات لما تكرروا يقولوا ربطنا رب ما إحنا قادرين نسوي وذيش عندنا علي الفهد رئيس جمعية مشرب يقول والله ما سوينا اشياء 20% موجودة بالقانون ما ندري والله ما تدري يا أخي من وين تي ولا من وين هذا أما موضوع القعدات هذه على البحر إن شاء الله الفيديوهات موجودة يوم لاربعة خلناه شوف ما أنا عارف لأخوان في البلدية قلت لك أنا أنا دزيت لكم ياهم على موضوع مطعم ما رديته حقكم حقكم كامل حقكم أنت مثل ما أنت حقك كرئيس قسم نظافة مسؤول في الدوام ما تبي ترد هذا حقك لا ترد وأنا من حقي إني أنا أتكلم ومن حقي إني أنا أنشر حقي عشان نعرف بس إن الشغل شون ما شي هذا صح هذا غلط هذا غيره قل لنا يا أخي قلولنا تكلمنا على البقالات نفس العملية تكلمنا على عاد والله أمس أمس وأنا أمس بالشارع أمس بس ما مداني والله قلت فشل أصور ويها استحيت يعني والله قسما بالله أمس وأنا طال واحد من هنا يوزع ماي يبيع ماي وهذا واحد يبيع ماي ما ما أكو فايدة ما أكو فايدة أنا هذا السؤال ليش ما في محاسبة للموظفين ليش ليش المفتشين ما نشوفوا هذا قسما بالله قسما بالله وأنا هذه كلمة أقولها وإن شاء الله لكم مني حق راح أصور لكم قسما بالله أنا أمس بالغلط رحت مطعم من المطاعم اللي موجودة بعرضية صناعية شيء يعني ما أدري شتون أوصفة ما أدري هو استعراض وهو سيارة فوق سيارة هو داش إشلون صاير التراخيص إشلون هالمطاعم داشين في بعض شيء خطيئ يعني ما أنا عارف ما أنا وين التنظيم وين الترتيب شون هالتراخيص طلع ما أنا عارف صراحة ما أدري الناس قاعدة تشوف ولا مو هامة شيء يعني ليش العالم اليوم ما عندك شوية ضمير بينك وبين نفسك حق هذا البلد ما أنا عارف خالد مستكرة بالخير خالد خالد بوحيدر أنا والله كيف حالك بوي خير عندي شكوة على الداخلية ايه تفضر على الخدم اللي تنحاش خدامة يوظفها واحد عندها ويشقلها وإذا فادوها تعال أنت كيفية الأول يدفع بلوز ليش صح شون يعني هذاك بأخذها ويكرفة كرف ويعطيها معاش وانا راه أتفعل على تذكر طيار الكويتية وادفع ليش وإذا ما تبعت حطوه لك بلوك عليك ما يشير لموني موزحي هذا كلام يغي هنا أنا حين أدافع علي 700 دينار وتقعت تم السنة والأكرم السنة وانحاشت مني وبلغت المخفر واخذت البلاق ودفادوها بعد سنة و سنتين قالت ما يدفع هي من حاشة مني ونبلغ آنك مو صحيح كلامك 100% طبعا قلت لك هي ترحاش من عندك تروح تشتغل سنتين تطلع لها فلوس اللي تابيه واخر شي تذكرتها مضمونة منك انت هذا الواد طبيعي تكلمنا عشرين مرة غيروا القانون يا جماعة ما يصير ما عرف يا أخي أنا راح هيب القانون إن شاء الله إذا قدرت يوم لاربعات أعتقد إذا ما أخذ ظني إذا ما أخذ ظني تبي أعتقد أو قطر والله ما أدري يا إماراتيا قطر ما أدري والله إذا خداما حاشة وصادوها في مكان تشتغل عند أي أحد أول شي قبل ولا كل شي اللي خلاها تشتغل عنده يعني مثل هذه اليوميات خلاها تشتغل عنده يدفع خمس سنوات درهم أو شيء شدي هذي فتح الباب غير القضية وغير هالأمور هاي كلها هاي سيدي يا جماعة ونحن بعد موسم مخيمات تعال أخذ أخوي هذا من حاش تعال حطه هناك بالياخور قطر 4-5 تشهر عطه على 150 دينار وهو ما عنده إقامة عادي ما عندك مشكلة أنا هذا الكلام اللي قاعد أقول لكم يا إذا ما يكون فيه تنظيم في العملية كل قاعد يسأل ترى على فكرة مو لعب بس ترى من الإجراءات ترى حتى لعب فينا إحنا إحنا اليوم نقبل اليوم ناخذ واحد ما عنده إقامة وشدي باشر نطلع نتكلم بتويتر ليش اليوم العمالة السايبة أنت أحد من الأسبابهم أنت أحد الأسباب أنت واحد من الأسباب اللي خذيت واحد اللي ما عنده إقامة ولا عنده شيء قطيتها بالياخور فكرت بمصلحتك أنت واحد من الناس اللي فكرت فيه بس مصلحتك الشخصية أنك أنت تشوف شغلك ما همك البلد لو همك البلد وشايف الولد ثالثة شرح تسلمته بس ما يهمك البلد أنت نفس العملية يهمك إنه مطبخش يصير نظيف بس مو مهم الخدامة لديش عندش عندها إقامة ما عندها إقامة مو شغلي إحنا اليوم أيضا مسؤولين كم مواطنين هذا دورك أنت لأن تكون رقيب على ذاتك بعد بس إحنا لا يلا ما يخالف خلى سو يقط ما يصير تشوف يا أخي يعني ناس بالشارع تبيع وتخرب وتسوي مش عارباش عادي ما عندك مشكلة غريب الأمر ما في شيء شفت أنا طلعته وتركات قلتوا يا رجماعة يلا خلونا نشوف دعم الشباب سيارات قسما بالله بعض المناطق الدش والله العظيم إذا أنت طفت من هذا الشارع وما ندعم نعمة من رب العالمي ما يصير يا أخي تعال تعال أنا أنا واحد جابر الأحمد تعال شوف دشة جابر الأحمد بقالة قبل الدشة شارع واقف وخد سريع خد سريع عادي ما يصير يا جماعة يعني ما تعرف يعني أنت وقدرت وتسوون والله ادفع تأمين عشان البر البر اللي مفتوح البر اللي العالم تروح تسانس فيه لا تعال تفعل تأمين وجي بي آر ووين الموقع مالك وحط الموقع مالك واخذ عليه خريطة وحط تأمين الحين هذا بس الحين هذينها ما عرضت الشارع كل واحد صافت سيارته على كيف أي مكان يوقف ما اليوم مرة تكلمنا على الدواوير كم مرة تكلمنا على قبل شم شهر ما حطيتكم الفيديو ليه ثاني يوم وصاخة وطايحين والدنيا معفوسة وين وين هذا التأمين أي تأمين عمي ما أخذ منه وين هذا ما عنده مشكلة هذا يعني الناس اليوم يفكر وين يوقف عشان يبيع يطلع فلوس غلط صاح فوق الرصيف تحت الرصيف أسكر الشارع زحمة مو مهم أنا هذا كلامي يا أمه كل واحد فيكم يداوم في مكان يكون مسؤول عن هذا المكان وبينه وبين رب العالمين يحمي هذا البلد يا أمنا والله خلق قاعد بطالي وايدة براك لك شوفكم لأربعة خمال الله شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر